نحن نجد الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها صديقة مو احتلال ليش؟ ما نقبل بالاحتلال أبداً ورافضين وما شفنا هم إجوه ودخلوا في دباباتهم ومدرعاتهم واستحلوا مثلاً فاميلي مول ولا ماجدي مول ولا أخذوا عسكراتنا ومؤسساتنا بالأكس هم داعمين عسكرياً وأمنياً ولوجستياً ومخارراتياً طريقة انتهاكم السيادة العراقية باستهداف رموز وشخص عراقيين من حادثة المطار مروراً ووصولاً إلى الحادثة الأخيرة بمنطقة المشتل هذا ما تعتبر احتلال؟ ما تعتبر خرق للسيادة العراقية؟ لا أحد يقبل بالمساس بالسيادة العراقية ولا بأي مواطن عراقي كل قطرة الدم غاني عليك عراقيين وخصوصاً المست واخترق السيد هيثم استعادة نضحك على روحي وأيضاً ومو مرة أكثر من مرة لا لا تضحكي على روحي ولا أنا أضحك على روحي انمست استهداف أميركب راحة الباحة نجاح محمد علي قلة المسيرات بثماءنا بأي لحظة عاجب هتستهدف شخص الفلاني راح تستهدفه يعني احنا مخترقين هذا دور رئاسة الوزراء دور رئاسة الوزراء يقدرون يصدرون قرار يمنعهم ولا وأعتقد سوف لن يتخذ بهذا القرار ولكن هناك أمم مجلس الأمن الدولي وغيرها يتحدثون به قلت الأمريكان خلصونا وحررونا من النظام السابق وحررونا من داعش بس ما زال الحديث السياسي الداخلي على أن تنظيم داعش جاء بإرادة أمريكية بتخطيط أمريكي سيدتي الكريمة أولا أنا ما أقول حررونا من صدام حسين ما قلتها قلت ساهموا في القوى الجوية الضاربة في تحرير أغلب المناطق ولولا ضرباتهم العسكرية من سابع المستحيلات نستطيع أن نحرر أبدا هذا التصعيد والشو الإعلام أنا ما لغرض به أنا شاركت بالعمليات ومطلع على كل تفاصيلها أما الآن تقولي لي الولايات المتحدة الأمريكية تواجدها مهم أو مو مهم أقول إسلام مهم مع احترام سيادة العراق وفرض قراراتنا وإرادتنا ما هي أهمية إذا كانت لدينا إرادة جادة وإن كان هنا ترجمة نانسي قنقر